السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إذن مع الجزء الثالث والأخير من هذه الوحدة الرابعة والتي هي بعنوان تطبيقات على الحركة الدورانية شفنا في الجزء الأول تطبيق ألا وهو البندول البسيط في الجزء الثاني تطبيق ثاني ألا وهو البندول الفيزيائي وسنرى في هذا الجزء الثالث والأخير تطبيق أخير ألا وهو البندول الالتواء عجلة الميزان في الساعات القديمة هي عبارة عن بندول التواء يعني هذا مثال من بندولات الالتواء ووظيفتها أن تنظم الميكانيزم الذي يبين الوقت يعني هذه معلومة بس عشان نفهم إيش يعني بندول الالتواء مثال بندول الالتواء هو عبارة عن جسم جامد معلق بسلك مثبت في حامل كما يبين الشكل التالي إذن مثل ما قلنا جسم معلق بسلك هذا السلك يكون بهذا الشكل مثبت في حامل عندما يلتوي الجسم هذا الجسم سيلتوي بزاوية صغيرة ثيتا سوف يؤثر السلك بعزم دوران ارتجاعي في الاتجاه المعاكس هذا العزم الدوران ثاو يتناسب مع الإزاحة الزاوية كالتالي ثاو يساوي سالب كاية في ثيتا حيث كاية هو ثابت الالتواء للسلك والإشارة السالبة تعني أن هذا العزم الدوران الارتجاعي يحاول دائما إنقاص ثيتا إذن عشان هيك ظهرت معنا هذه الإشارة السالبة ويمكن مع معرفة مقدار كاية يعني ثابت الالتواء للسلك باستخدام عزم دوران معلومة للي السلك بزاوية يمكن قياسها إذن لو كنا نعرف ثيتا عفوا طاو ونقيس الزاوية ثيتا فإنه رح نقدر نحدد ثابت الالتواء لهذا السلك طيب إذن باستخدام قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية سنجد أن طاو يساوي سالب كاي في ثيتا يساوي آي دي تربية ثيتا على دي تي تربية لو قسمنا على آي من الناحيتين من طرفي المعادلة يعني سنجد أن دي تربية ثيتا على دي تي تربية يساوي سالب كاي على آي في ثيتا يساوي سالب أوميغا تربية في ثاو يعني أنه فرضنا أنه أوميغا تربية تساوي كي على آي وهذه الصيغة هي معادلة تمثل حركة توافقية بسيطة أيضا وحلها ثيتا تي تساوي ثيتا ماكس في كوزاين أوميغا تي زائد فاي حيث الأوميغا هذه هي التردد الزاوي واللي يساوي جذر كي على آي وهذه استمدناها من هذه المعادلة إذن أوميغا التردد الزاوي لهذه الحركة التوافقية البسيطة يساوي جذر كي على آي وبالتالي الزمن الدوري للحركة تي نستخلصه بقسمة 2 باي على التردد الزاوي أوميغا إذن تي تساوي 2 باي على جذر كي على آي وأخيرا نجد معادلة الزمن الدوري للحركة التوافقية البسيطة لهذا البندول كيتر تي تساوي 2 باي في جذر آي على كي سننهي هذه الوحدة الرابعة بعنوان تطبيقات على الحركة الدورانية البسيطة بمثال لدينا البندول فيزيائي عبارة عن جسم سطحه مستوى يتحرك في حركة توافقية بسيطة بذبذبة قدرها 0.8 هرتز إذا كانت كتلة البندول هي 4 كيلوغرام ونقطة التعليق تبعد على بعد 0.4-0.4 متر من مركز الكتلة ما هو مقدار عزم القصور الذاتي للبندول إذن لدينا جسم معلق من نقطة أو تبعد مسافة دي عن مركز الكتلة الأو هي نقطة التعليق السؤال هو ما هو عزم القصور الذاتي للبندول نحن نعرف أن البندول الفيزيائي التردد الزاوي لها لحركته التوافقية البسيطة هو 2π في جذر i على m في g في d ال-m هي كتلة g هي الجاذبية d هي المسافة بين نقطة التعليق ومركز الكتلة و2π يعني ثابت إذن t تربية تساوي 4π تربية في i على m g d السؤال هو احسب عزم القصور الذاتي إذن المجهول هو i إذن i يساوي m في g في d مضروبة في t تربية ونقسم على 4π تربية m معلومة g هي الجالبية الأرضية d هي المسافة 0.4 t أو 4π هي ثابت و t سنستخلصها من الذبذبة نعرف أنه t تساوي 1 على f إذن ستعطينا هذه المعادلة i تساوي m g d 1 على f تربية مقسومة على 4π تربية وبالتالي m معلومة g هي الجاذبية d معلومة f خلاص صارت معلومة والπ هي 3.14 إذن كله معلوم عشان نبحث عن عزم القصور الذاتي بمعادلة بسيطة أو بعملية حسابية بسيطة ورح نلاقي ناتج بكيلوغرام في متر تربية هذا هو عزم القصور الذاتي لدوران هذا البندول حول المحور الذي يمر من النقطة أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا